يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد حج هذا البيت سبعون نبيا لهم خلعوا نعالهم من ذيطوى تعظيما للحرم هل تعلم أنه في المذاهب الأربعة يستحب لمن ذهب ودخل إلى الحرم أن يذهب إلى مسجد ذيطوى ويغتسل من بئر ذيطوى السلام عليكم ورحمة الله وهذا عمر ديبان محييكم فأهلا بكم أحد المستشرقين يقدح في الإسلام وفي القرآن ويتكلم عن الجغرافية القرآنية فيقول عندما نبحث في سيناء لا نجد أي وادي اسمه طوى من أين أتيتم بقول الله سبحانه وتعالى الوادي المقدس طوى هذا الكلام الذي ذكره صحيح أنه لا يوجد أي مكان في سيناء اسمه طوى ولكن وادي طوى موجود وقد مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وموجود في آثار المصطفى وقد حدث موقف للنبي صلى الله عليه وسلم بل مواقف متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم تثبت ذلك الموضع الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الذي نادى الله سبحانه وتعالى فيه موسى فأين ذلك الموضع دعونا في هذه الحلقة نتعرف على الوادي المقدس طوى ونذكر لكم الأدلة التي تثبت أن ذلك الموضع هو الموضع الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن حقيقة أحب في هذا الفيديو أيضا أن أشكر الأصدقاء الأعزاء الذين يشاركون هذه الفيديوهات وفيديوهات قناتي عن طريق الروابط الأخرى سواء الفيسبوك أو السناب أو غيره لكن الأكثر دائما ما تصل عن طريق الواتساب من خلال إحصائيات اليوتيوب بيّن أن الانتشار الفيديوهات التابعة عني مخلال واتساب بشكل كبير فأحب أن أشكركم فلكم مني خالص الشكر والتقدير دعونا ننطلق الحلقة فأهلا بكم عندما فر موسى عليه السلام من فرعون وظلمه وانتقل إلى مدين ثم وقعت قصة البئر وبعد ذلك قال شعيب لموسى أريد أن أزوجك أحد أبنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج لاحظ هنا تبدأ القصة فالاتفاق الذي كان بين موسى عليه السلام وشعيب عليه السلام أنه يزوجه إحدى بناته مقابل ثمان حجج أو عشر حجج ممتاز لماذا ذكر حجج هنا مسألة مهمة وهذا دليل لارتباط موسى عليه السلام بمسألة الحج بل أنهم كانوا يعني مسألة مهمة الحج وكانت بشكل دوري في كل سنة يتم ذلك الحج حتى لما بعث النبي صلى الله عليه السلام كان كفار قريش يحجون وكانوا لديهم طقوس بل كانوا يذهبون لمنى وعرفات وكانوا ينحرون فمعالم الحج هي موجودة وقديمة من عهد إبراهيم عليه السلام فهي مستمرة دخل عليه الشرك ولكن موسى عليه السلام وأنبياء بني إسرائيل كانوا يحجون سنويا بل أن شعيرة الحج مستمرة من عهد إبراهيم عليه السلام ولم تتوقف لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مسجد الخيف صلى به سبعون نبي ثم ذكر موسى بالاسم يعني فخصه بالاسم بعد ذلك عندما انتهت المدة التي ذكرها موسى وسار بأهله وآنس من جانب الطور نارا هنا نأتي إلى موسى وعندما بدأ يتحرك ثم وصل إلى الوادي المقدس طوى فخاطبه الله سبحانه وتعالى إِنَّنِي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى إذن نأتي لكلمة طوى عندما تبحث على وجه الأرض لن تجد مكان اسمه طوى وله قدسية وبركة إلا الوادي المذكور في مكة المكرمة وهو يقع بالقرب من الحرم في معلم معروف إلى الآن موجود هذا المعلم وفيه مسجد هذا الموضع هو الوادي المقدس طوى الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى ومعنى كلمة طوى هو التكرار أو أنه اسم ذلك المكان بعضهم قالوا لا أنه ذكر الله سبحانه وتعالى نادى موسى عليه السلام مرتين لذلك سمي طوى وبالفعل حتى لما تبحث في القرآن تجد أن طوى أو الوادي المقدس طوى ذكر مرتين اخلعنا عليك أنك بالوادي المقدس طوى وإذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى فتجدها مرتين في القرآن أيضا ذلك الموضع بارك الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقبله إبراهيم عليه السلام فيقول الله سبحانه وتعالى وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُؤْمِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ الله بارك إبراهيم عليه السلام في ذلك الموضع وبعد ذلك بارك موسى في ذلك الموضع فهي مرتين لذلك سمي طوى وطوى هي المرة بعد المرة فعندما تضع الشيء فوق الشيء مرة أخرى ننتقل الآن إلى السيرة النبوية فقد ورد في صحيح البخاري ومسلم أن عبد الله بن عمر عندما كان يذهب إلى مكة كان يذهب إلى موضع ذي طوى وهي بئر معروفة في مكة بالقرم الحرم ثم يبيت فيها ويغتسل من بئر ذي طوى وعندما سئل عن ذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهب إلى مكة يبيت في هذا الموضع ويغتسل من بئر ذي طوى وفي فتح مكة عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي طوى جمع الجيوش ثم وزعهم ودخل من ذي طوى وطأطأ رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم قال بعض المفسرون أن بطن مكة هو ذي طوى لو تلاحظ تم عمل بناء جديد في كل الأماكن إلا هذه المنطقة تم إغلاقها بالسياج وهذا المسجد خصيصا هذا المسجد لماذا بني هنا هذا المسجد بني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هنا قبل أن يذهب إلى مكة لأخذ العمرة فلذلك وضع هذا المسجد هنا وهذا الموضع يسمى موضع بئر طوى الذي كان يغتسل منه المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى عندما خاطب موسى فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى من هذا المسجد إلى الكعبة قرابة 460 قدم النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى إلى مكة بقي عند هذا المسجد فيبات تلك الليلة ثم يتحرك في اليوم التالي أيضا عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بات هنا ثم حرك الجيوش من هذا الموضع أدلة كثيرة تثبت أن هذا الموضع هو موضع الوادي المقدس حتى عبد الله بن الزبير يقول أن بني إسرائيل عندما كانوا يأتون إلى الكعبة كانوا يأتون هنا ويخلعون نعالهم ثم يتجهون إلى الكعبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد حج هذا البيت سبعون نبيا لهم خلعوا نعالهم من ذي طوى تعظيما للحرم وعندما تنظر إلى التوراة فإنهم دائما ما يستخدمون كلمة قادش وهي دائما ما يستخدمون في رحلة إبراهيم عليه السلام للأرض لبيت الله الحرام فيذكرون قادش وقادش معناها قادس وهو من الشيء المقدس فعندما سئل أبن عباس عن قول الله سبحانه وتعالى إنك بالوادي المقدس طوى قال الوادي المقدس هو الوادي المبارك ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركا فعندما يذكر مقدس هو المكان المبارك والمكان المبارك هو الحرم المكي والبيت الحرام ويذكر الصحابي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن الأمة من بني إسرائيل عندما تأتي لتطوف حول البيت كانوا يضعون نعالهم عند ذي طوى ثم يدخلون إلى البيت ويطوفون به وروي عن ابن عباث رضي الله عنه أنه قال حج الحواريون فلما دخلوا الحرم مشوا حفاتا تعظيما للحرم والحواريون من طوائف بني إسرائيل التي آمنت بعيسى عليه السلام هل تعلم أنه في المذاهب الأربعة يستحب لمن ذهب ودخل إلى الحرم أن يذهب إلى مسجد ذي طوى ويغتسل من بئر ذي طوى ثم يدخل إلى الحرم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذن الوادي المقدس طوى هو الوادي الموجود بالقرب من الحرم وعنده المسجد إلى الآن موجود المسجد وقد بني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هناك فهذا الموضع هو الموضع الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن وقد ذكره مرتين وهنا فيه يعني ارتباط عجيب بأن طوات يقصد بها التكرار مرة بعد أخرى فيقولون أن الله سبحانه وتعالى نادى فيها موسى مرتين فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن مرتين أيضا بارك الله سبحانه وتعالى ذلك الموضع وبارك نبيه إبراهيم أولا في ذلك الموضع ثم بارك موسى عليه السلام في ذلك الموضع فتجد أن جميعها مرتبطة بطوة وهو التكرار أيضا تجدها مرتبطة بذلك المكان وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن ذلك الموضع هو الموضع الذي ذكر بالقرآن وقال الله تعالى عنه بالوادي المقدس وأيضا في ملاحظة مهمة وهي أن موسى عليه السلام عندما سار لم يكن يريد أن يذهب إلى فرعون بل كان يريد أن يبقى في مكة أو ما حولها فتجد في سورة النازعات إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فربما أن موسى عليه السلام لم يكن ينوي أن يذهب إلى فرعون إلا عندما أمره الله سبحانه وتعالى وهذه الآية تبين لك المعنى واضح طبعا هذا البحث تناوله البرفسور أحمد قشاش في بحث كامل تكلم عن موضع الوادي المقدس وذكر مجموعة من الأدلة وأقوال المفسرين بشكل من التفصيل وهذا البحث محكم وحصل من خلاله على درجة الأستاذية من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سوف أضع لك جميع المصادر في الوصف في الختام أسعد بملاحظاتكم واقتراحاتكم وكتاباتكم أدام الله بقاءكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر